وعشان كده هنقول شوية حاجات عشان نتكلم عنها عشان تعالج التسوى العاطفي انا قلتك ده عشان فيه كتير مننا مش فاهمين ان الممكن ده يكون تسوى العاطفي تعالوا بقى نقول ازاي نعالج ده اول حاجة ازا كنا منتكلم على وسائل التواصل لما تكتب حاجة على وسائل التواصل ما تبضلش التبعها لحظة بلحظة سيبها تاخد وقتها ويسيبها الناس يقولولك عليهم رأيهم ويسيبهم يعقبوا عليها فاكتب الحاجة وما تبصش عليها قبل ساعة مش تبتدي تبحث من ده لان انت بتزود وكأنك بتزود هرومون التسوى العاطفي عندك عشان ما اجي اعمل حاجة عشان انا احاول بقدر امكاني ازود اعجابات الناس الامر التاني والمهم اهم من ان الناس تعجب بيك اني ماذا؟ ان الله يرضى عنك فده شيء مهم جدا جدا فاعرض كل حاجة بتعملها على منظومة القيم وده اني الاوان ما ينفعش ان انت تخرج من شعبان وتوصل لرمضان وانت مش مراجع عن منظومة القيم بتاعتك هو انت منظومة القيم بتاعتك ايه؟ يعني انت لو سألتك ايه ترتيب اهم ثلاث قيم في حياتك هتقدر تقولهم لي؟ لو انت مقدرش تقولهم لي يبقى فيه مشكلة ولو انت مش قادر تخلي القيم دي باب مفتوح للدخول على الله دي مشكلة تانية لان القيم هي التي تجعلك مستنيرا لتقف بين يد القيوم سبحانه وتعالى القيم هي التي تستطيع بها ان تقوم بين يد القيوم سبحانه وتعالى القيم التي هي المعنى ارائيسي في الاخلاق لان الاخلاق عبارة عن سلوك وعبارة عن نية وعبارة عن قيمة فانت زا كنت عايز تبقى صاحب دخول على الله والله سبحانه وتعالى يحبك وينزل عليك من تجلياتي وصله سبحانه وتعالى لازم تكون صاحب قيم فراجع قيمك تاني كل سلوك انت عايز تعمله وراجع قيمك تاني اخر حاجة وده مهمة جدا جدا ان في الاخر خالص اوعى تنسى حظك من التواصل اللي فيه كتير من الافعال والطاعات في الحياة اوعى تنسى ان انت موجود على الارض وتبتدي تتسول عاطفيا في العالم الافتراضي انت اذا كنت فعلا محتاج عواطف فشوف العواطف في عين المحتاجين وانت بتخدمهم لازم تعطي لنفسك جرعة من الخدمة الجرعة من الخدمة بتخلي القلب مليان بالنور والبركة كل ما تخدم الناس كل ما هذا التسول العاطفي قل حتى لو ما كانش معك حاجة حتى لو انك انت خدمت الناس بكوب مشروب ساخن حتى لو خدمت الناس بانك تساعد حد في حمل شيء تعود على الخدمة الخدمة تقضي على التسول العاطفي واخر حاجة لازم تعرف انك عند الله غالي فما تهنش نفسك انت عند الله غالي لا تهن نفسك انت عند الله غالي فلا تهن نفسك على طول ده اكرر على اسماعك يا سيدي يا من جعلت لي قدرا عندك فاعطيتني النعمة بغير ان ادفع ثمنا اجعلني يا ربي راضيا بانك تنظر الي واجعلني راضيا بانك وهبتني نعما لا تعد ولا تحصى يا رب يا كريم اجعلنا دائما ممن ينوذون برحمتك وبحكمتك وبمددك حتى ترضينا اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا